ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وضكر بلاغنا للمديري العام للأمن الوطني أنه حسب المعلومة الأولية للبحث فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة أز أبقاء الأحمر لاستعمالها في مجال الرقية مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم أي مئة مليون سنتيم وذلك قبل أن يتم استدراج مساعدنا للضحية تكفل بتسليم مبلغ الاتفاق والذي تم تعرضه للاحتجاز والصرقة بمساهمة وتواطئ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون وضف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن من بين المتورطين في هذه القضية شخصنا من ذوي الصوابق القضائية في النصب وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة تم العطور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدة هذا النشاط الإجرامي والذين يشتبه في كونهم استفاد من تواطئ ومشاركة مفاتيش الشرطة الموقوفة مقابل وعود بمنحه مزايا مالية